السلام عليكم أحبتي اليوم في مادة الرياضية الوحدة الرابعة عشر بعنوان السعة درسنا اليوم وصف السعة وصف السعة ما رأيكم أن نتعرف على المصطلحات الرئيسية سعة ممتلأ نصف ممتلأ فارغ سعة ممتلأ نصف ممتلأ فارغ وصف السعة ماذا نعني بوصف السعة يميز بين الوعاء الممتلأ الوعاء النصف الممتلأ الوعاء الفارغ يوجد هنا صورة جميلة انظروا إلى إبريق الشاي هنا الآن نقوم بسكب الشاي داخل الأكواب الثلاثة أول كوب رقم واحد انظروا إلى رقم واحد سكبنا الشاي بكأس ممتلئ إلى الكامل قمنا بسكب الشاي داخل الكأس كاملا إذن هذا نطلق عليه اسم ممتلئ انظروا إلى كأس رقم اثنان هنا النصف ممتلئ النصف الأول ممتلئ النصف الثاني فارغ إذن هنا سكبنا نصف كوب من الشاي إذن نصف ممتلئ هنا رقم ثلاثة هل قمنا بسكب الشاي؟ أحسنتم لا إذن هذا الكأس فارغ سوف أقوم عليكم بطرح سؤال لقد قمنا بسكب الشاي بهذه الكؤوس الثلاثة واحد هل هذه الكؤوس متساوية أصدقائي؟ هل هذه الكؤوس متساوية؟ بالتأكيد أنها ليست متساوية إذن هذه الكؤوس ليست متساوية انظر إلى كأس واحد لماذا نقول قمنا بسكب الشاي بالكأس كامل؟ لماذا؟ برافو أول لأنه سعته ممتلئة قمنا بسكب الكوب كاملا إذن نطلق عليه اسم سعة ممتلئة إذن هذا سعة ممتلئة رقم إثنان بينما انظر إلى كأس إثنان الكوب الثاني ماذا نقول عنه؟ نصف ممتلئ لماذا؟ كما تشاهدون هنا نصف ممتلئ لأنه قمنا بسكب نصف كوب نصف كوب إذن هنا نصف ممتلئ نطلق عليه نصف ممتلئ هل قمنا هنا بسكب الشاي؟ أحسنتم لا إذن هذا كوب فارغ كوب فارغ الآن أصدقائي ما رأيكم أن نتعرف على كوب نصف الممتلئ ماذا نعني بكوب نصف ممتلئ؟ انظرونا يوجد هنا كوب من العصير اللذيذ مع مكعبات الثلج انظروا هنا النصف الأول ممتلئ النصف الثاني فارغ إذن هذا كوب نصف ممتلئ كوب نصف ممتلئ يوجد هنا مجموعة من الصور صفحة ستة وثلاثون انظرو ممتلئ انظرو هنا ممتلئ نصف ممتلئ نصف الأول ممتلئ النصف الثاني فارغ هنا فارغ تماما فارغ تماما الآن يا أول مطلوب منكم تقوموا بتهجر بالتالية أنا أحضرت شيء لذيذ أنا بالنسبة إذا بحبه كتير يا أول قهوة قهوة كما تعلمون لذيذة لذيذة الآن أنا بدي بالبيت تطبقوا معي مع أشياء أنتو بتحبوها عصير شاي اللي بتحبوه الآن يا أول أيهما الكأس الممتلئ رقم واحد أم اثنان أم ثلاثة أيهما الكأس الممتلئ أحسنتم رقم واحد رقم واحد هو الكأس الممتلئ الآن يا أول أيهما نصف ممتلئ نصف ممتلئ أحسنتم رقم اثنان أيهما فارغ برافو رقم ثلاث إذن الآن تعلمنا وصف السعة وصف السعة مطلوب منكم يا أول بالبيت دراسة وصف السعة صفحة ستة وثلاثين مع تطبيق عملي هل أعجبكم الدرس أعزائي إلى اللقاء